مخالفات قانونية في الموازنة المالية لعام 2023 كشفت عنها اللجنة القانونية النيابية خلال دراستها لمسودة مشروع القانون متوقعة زيادة نسبة العجز المالي أبرز هذه المخالفات التي كشفتها اللجنة تتمثل بعدم اقتران الموازنة بالحسابات الختامية المالية للحكومة لفتة إلى أن هذه المخالفة مستمرة منذ عام 2012 حيث أن موازنة العام أنذاك تضمنت اقتران الحسابات الختامية المالية بحسب اللجنة القانونية كما تضمن قانون الموازنة المالية للعام 2023 استثناء لبعض النصوص من قانون الإدارة المالية أي أن تطبيق تلك النصوص لا يخضع لضوابط قانون الإدارة المالية وهذه مخالفة كبيرة أيضا بحسب اللجنة المالية التي شددت على ضرورة عدم استثناء أي نص في الموازنة من بعض القوانين النافدة حيث يجب أن تكون متوافقة مع القانون اللجنة حذرت كذلك من أن نسبة العز المالي في الموازنة والبالغة نحو 64 تريليون دينار بحسب اللجنة قد تزداد بسبب التعيينات الأخيرة بأعداد كبيرة خبراء في الاقتصاد رأوا أن هناك أعباء عامة من الصعب تخفيضها وستتحمل عبئها موازنة 2023 والموازنات السنوية المقبلة ما سيدخل العراق في مأزق مالي واقتصادي كبير ستبدأ ملامحه العام المقبل فيما رأى آخرون أن هذه الموازنات السنوية المقبلة بمجموعها أكبر من إيرادات النفط المتوقعة التي تصل لمائة وسبعة عشر تريليون دينار عام 2023 ما سيحمل معه مأزقا ماليا كبيرا خاصة إذا لم تحصل زيادة كبيرة في صدرات النفط العراقية وفي أسعار النفط العالمية اشتركوا في القناة